ترجمة نانسي قنقر 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 تمرير خلفية للحارس ترجمة نانسي قنقر 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 تزديد وكورة في تجاه الحرف ما غير أدنى الصعوبة الكورة عند الغول كيبر بعد تمرير خاطئ الكورة في العود تمس كورة تخرج رمية جانبية قلت تركيز أول مباراة وضربة مخالفة في مكان صعب كورة مخالفة وتنفيذها بسرعة لعبة بين اثنين خذوا هاد ضربة في تجاه المرحة تزديده بجانب العارفة كورة سيلة وبالتالي استخلاص هيكون أسهل الفرصة الرائعة المباراة ستعود على ضربة المرمى خطاء وضع ربما هنا مخالفة ممتازة كورة الحارس كورة تضيع للجميع ويتمكن من الحارس بكامل الرحل تمريرا بعيفة برشة وبالتالي الكورة في حوزة الفريق الخصم عبدالله هنا محارس حتى دور المدافع خرج وصد الكورة عريقا يحمد الله أنه تصدر الكورة لأنه لو لم يتصدر الكورة لا ذهبت شجاعة وجرأة هباء من فراء كأنهم يقدمون الكورة هدية للفريق الخصم اللاعبين يوسن النصف إذا يمررها عرضية كورة بالرأس تصدي عظيم لحارس عبر من هذا المكان يجرب حفظ تصدي قوية الله على روعة التلشيل اشتركوا في القناة جورة ستعود للملعب من التباس اكيد الهجمة واعدة هي فرصة مسيرة متاحة رغم تصدي الحارس عرضية ضعيفة جدا وسأل المدافع كان بناء جيد جدا للكورة الأخيرة ولكن فقدوا الكورة في النهاية بسبب هذا الدفاع الرائع ينال ويحظى بأعجاب الجميع حركات ممتازة وصولي لمنطقة التمرير العرضية هنا عبد الله يظهر للعيب في التوزيع ليس العيب في رأسية المهاجم لانه اخر وقت مس الكورة بالرأس بذل مجهود لكن ما وصلهاش عصام المهاجم فقط يوقع على المحاولات لكن اعتقد ان المحاولات التي تصر مهاجم او طريقة وصول الكورة هي السبب الرئيسي في ان نشاهد هدف جميل او نشاهد فرصة ضائعة دائما علينا ان نتابع الكورة قبل الاخيرة فهي الاهم كما يقول عن ذلك الانجليز نزاع حقيقي على الكورة كرامية جانبية التماس الان في الموقع الوجوه من الفريق تسل الواضح بعد رفع الرائع هذا الفريق تحس ويلعب السهل الممتنع كورة وتمريره في مكانها في قدم زميله الكورة الجميلة الاخيرة اللي كنا نشاهدوا فيها لم تكتمل على خير بعد تدخل المنافس تمريره بعيده في التماسي تمريره مميزة تقريره كورة كانت ممتازة هذا اللاعب رائع يا جبني ينطلق لقد ذهب كورا خرج الضربة مرمى شوت على المرمى كورا مباشرة على المرمى شوت 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 على المرمى الفرصة الثانية حالي تنفيذ التمرين العرضية تصدي ممتاز الحارس يتحكم في كوتو ممتاز الحارس يتحكم في ممتاز الحارس يتحكم في ممتاز الحارس يتحكم في الشوت الثاني الفريق هذا كأنه يقدم الأدايا لخصمه يقوله ممتاز الحارس يتحكم في كوتو 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 في أقود الحارس يتحكم في كوتو اشتركوا في القناة 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 تمرير ضعيفة بارشا وبالتالي الكورة في حوزة البريكة الخصم تزديد على المرأة القائمة تزوى الشباكة لا كورة أوت ستلعب من تمام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كورة ممتازة يسلم ويستلم مرة أخرى تمرير جيدة للرواب الكورة الجميلة الأخيرة التي كورة نشاهد فيها لم تكتمل على خير بعد تدخل المنافس وضعية مناسبة والثاني حالي تزديدها هدف هدف جميل بعد بناء هجمة بشكل ممتاز حارس المرمى قام بواجبة وعمل واجبة بأكمل وجه ولكن زملاء المدافعين لم يتعاونوا معه وحظ السيء جاء بالكورة إلى الخصم الذي استطاع أن يستثمرها كهدف السلسلة من المراوغات في مورد حتى يوصل منطقة جيدة للتزديد بابتكاك كورة ممتاز في زمن المباراة القاتل هذه هي أجوال ملاعب الحماسية التي نحبه عبدالله الفريق المذيف بهذه الأجوال لديه الفرصة وعلى الأرجح قد تكون الأخيرة تماما عصام النتيجة قد تتوقف على هذه الفرصة شوت على المرمى كورة اخسارة ما جاتش على القدم والرجل اللي يسدد بها عصام لا يمكن التعليق على الموضوع بأكثر من ذلك هو استخدم القدم الأضعف لأنها لم تسنح له للتسديد بالقدم الأكبر سرف المحابة نزاح والتسديد هو أكبر نزاح اعتراض جيد للكورة في وقت حساس موسيقى 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 نوريا وكمركز رايعين من اللاعب الاعتراض الكورة وافتكاكها فرصة بجدوس للكورة لمنطقة المرمى الفرصة الثانية لتنفيذ التمرين العرضية باعتبار النتيجة هل سيذهبون لتنفيذ الركنية هل سيلعبون في الوقت المستقطع لستهلك الوقت اشتركوا في القناة